وبعد ما أطلق شكوى عبر صفحته بفيسبوك جاءت لجنة من وزارة التجارة إلى منزلة لتقول له أن طريقة غير صحيحة في طبخ الرز وتعليم الطريقة الصحيحة كيف كانت هذه الطريقة الصحيحة؟ شاهدوا معي بعد ما نزلنا منشور البارحة عن التمن عن أرز الوجبة اتصالات اليوم من وزارة التجارة وتم تشكيل لجنة من الوزارة وحاليا اللجنة تقوم بطبخ التمن لأن كون هذا التمن كما يقولون لأول مرة يوزع في نينوة اعتمد غلاء الأسعار حظر التجوال اللي كان يشتغل قعد هذا غاح يعتمد كله على هذا الأرز يا أخي الناس طافرة منه الناس ما هتريده خلاص خلف الله عليكم وأشكركم هل تصح شهر؟ كان هناك تجربة التمن يتوزع زين الحصة الثانية أيضا نفس الوجبة أستاذ العزيز هذا التمن ما هو المرة يتوزع وإن أول مرة التمن القبله أخي التمن القبله آني بيعه 100 دينار بيعه 100 دينار كل الاحترام لوزير التجارة من خلال البث وكل الاحترام لدائر تمويني اتنين ومسطر مجال كل الاحترام اللي لهم احنا اليوم أكو مشكلة يا نحلوا نداركة تمام لولا الله يسلمك وأنتو جيدكم على عين وعلى راس تقوى اعتقد أنا كنتم راهن أن السيد الوزير راح يدز للجنة لكن أنا اليوم ما أريد تجي لجنة أنتم تطبخون أبو قول تقولون زين زين أنا أبو قول أنا بريحت ومقتنع قسم بداية اللي بريحت ومقتنع